كثر من اللبنانيين المشتركين في خدمة تاتش باتوا يلاحظون اختفاء اشارات الارسال والانترنت من على هواتفهم وبحسب معلومات الجديد فان ما يقارب 150 محطة ارسال في الجنوب توقفت عن العمل بعد نفادي مادة المزود في المحطة الرئيسة في عنقون شرق صيدة وكذلك الامر في محطة النبطية التي تغذي نحو 60 موقعا وهو ما حدث ايضا في محطة اشتورة الرئيسية التي تغذي عددا كبيرا من المواقع التي توفر خدمة الاتصالات في البقاع الغربي عدم متوافر المزود للمحولات التي تغذي المحطات والمواقع يعني ان خدمة الاتصالات والانترنت على الهواتف لا تتوافر الا حينما تكون كهرباء الدولة متوافرة الشركة التي تتعامل مع شركة تاتش للاستحصال على مادة المزود هي شركة OJM Petroleum وعلمت الجديد ان الشركة امتنعت عن امداد تاتش بالمحروقات اللازمة لتشغيل المحطات بعدما توقفت الشركة عن تسديد الفواتير وعليه باتت اتصالات شركة تاتش التي من المفترض انها اصبحت بادارة وزارة الاتصالات بعد استرداد القطاع تحت رحمة كهرباء الدولة التي تخضع بدورها لتقنين قاس نظرا الى غياب مادة الفيول الازمة التي تمر بها شبكة تاتش ستطال قريبا شبكة ألفا والسبب هو تمنع وزارة الاتصالات عن صرف الاعتمادات بعد استرداد القطاع وعدم قدرة شركتين الفواتاتش على صرف اي مبالغ مالية نظرا الى نعدام صلاحيتها بعد ساعات تقنين الكهرباء حان وقت تقنين الاتصالات ادم شرس الدين قناة الجديد